السلام عليكم ورحمة الله درسي اليوم جغرافيا للصف الثالث متوسط اليوم رح نكمل وياكم تلخيص الفصل الأول صفحة 30 الموارد المائية تعد الأمطار والثلوج المصدر الرئيسي للموارد المائية الأمطار والثلوج هي المصدر الرئيسي للموارد المائية كالأنهار والبحيرات والأهوار والمستنقعات والعيون والآبار هذه ما بيشي ماذا تشمل الموارد المائية؟ المياه السطحية والمياه الجوفية هذه احتمال تجي فراغات المياه السطحية هنا أكو علل هنا قبل التعليل تعد أهم الموارد المائية وتتكون من المياه التي تجري في نهرية دجلة والفرات الفرات وروافدها وفرعهما وفي شق العرب هنا علل تتغير كمية المياه السطحية من موسم إلى آخر أثناء السنة هنا تتغير كمية المياه السطحية هنا علل من موسم لآخر أثناء السنة الجواب تزداد في فصل الربيع موسم الفيضان وتبلغ كميتها أحياناً عشرة أضعاف كميتها في موسم الصيهود في فصل الصيف والخريب هذا العلل هذا التعليل وهذا الجواب هذا التعليل وهذا الجواب التعليل الثاني تتفاوت كميتها يعني كمية هذه المياه السطحية من السنة إلى أخرى الجواب لتباين كمية مصادرها من الأمطار والثلوج يطلق تنبع هذه الأنهار من خارج العراق في تركيا وإيران ويطلق اصطلاح حوض الرافدين على جميع الأراضي الذي تنحدر مياهها إلى نهري دجلة والفرات هنا تعريف حوض الرافدين نعرفه هو اصطلاح يطلق على جميع الأراضي التي تنحدر مياهها إلى نهري دجلة والفرات هنا عندي ما بيشي هنا ناخذ نهر الفرات نهر الفرات ينبع نهر الفرات فرات سو ومرات سو من المرتفعات الجبلية الوعرة في شرقي تركيا في شرقي تركيا ليكونان نهر الفرات عند مدينة كيبان مسافتها يعني يستمر النهر في جريانة 1176 كيلومتر في أراضي متموجة عند مدينة كيبان جريانة قلنا 1176 في أراضي متموجة داخل الحدود التركية يجري مسافة 604 هنا علل هنا أكو تعليل يقول في المنطقة يعني بين شمال مدينة الفلوجة وسدة الهندية مجموعة من جداول الري من جانبه الأيسر من نهر دجلة أشارها السقلاوية وأبو غريب واليوسفية واللطيفية والإسكندرية هذا تعليل يقول ليش تتفرع من هذه الأنهر يعني تتفرع في شمال مدينة الفلوجة الجواب لارتفاع مستوى نهر الفرات بالنسبة لنهر الدجلة في هذه المنطقة وذني طبعا هاي حفظ بالقرب من مدينة الفلوجة يقترب نهر الفرات من نهر الدجلة وتصبح المسافة حوالي 40 كيلومتر فقط هذا نهر الفرات خلنا شوف بعد شكوا بنهر الفرات هنا عندي عند مقدمة سدة الهندية تتفرع الفرات إلى فرعين رئيسيا شط الحلة وشط الهندية إضافة إلى الكفل والحسينية وبني حسن وجدول الامسية بالكبير وإنشاء سدة جديدة بدلا من السدة القديمة عام 1989 لتنظيم توزيع المياه على هذين الفرعين يجري شط الحلة جنوبا يمر في مدينتين الحلة والدين والديوانية أما شط الهندية يتفرع إلى فرعين نهر الكوفة ونهر الشامية يلتقان عند مدينة الشنافية ينفصلان إلى نهري العطشان والسبيل ويلتقان شمال السماوة وبعدها يتجه النهر نحو الجنوب الشرطي فيمر بالناصرية وسوق الشيوخ ويدخل هوري الحمار في خمسة فروعية عكيكة وبني سعيد والحفار وأم نخلة وبني حسن أو هذا هنا عندي مجرين المجرى الشمالي يلتقي نهر الدجلة في القرنة والمجرى الجنوبي يتصل بشط العرب في قرمة علي في قرمة علي بمسافة 10 كيلومتر مقدمة مدينة البصرة هسنأخذ نهر الدجلة يبلغ طول نهر الدجلة 1900 كيلومتر من المرتفعات الواقعة في جنوب شرق تركيا إلى الجنوب الشرقي من منابع نهر الفرات منبع غربي يعني يتكون من عدة منابع غربي يسمى بطمان صور وينبع من بحيرة كولجيك والينابع والجداول الذي يصم فيها تصم في بطمان صور صو نفسه بعد خروجه من بحيرة كولجيك ومنبع شرقي يسمى بوتان صو يتكون من عدة روافد تنحدر إليه من المرتفعات الجنوبية المحيطة ببحيرة وان هنا بعدش عندي هنا أكو تعليل هنا علل نقول بالله شون التعليل بعد سامراء وبلد يجري النهر في السهل الرسوبي ويمتاز بكثرة تعرجاته الجواب بسبب قلة انحدار الأرض وبطء جريان ماء النهر عند مدينة الكوت حيث موقع سدة الكوت يتفرع منظفة النهر اليمنى جدول الغراف وجدول الدجيلة وعند بعد مدينة الكوت يستمر النهر في مجراه السهل المنبسط حتى مدينة العمارة يتفرع منظفته اليسراء كحلاق والمشروع وليمنى جداول الابتيرة والمجر الكبير هنا أكو تعليل يختلف نهر دجلة عن الفرات يتسلم كميات من المياه الإضافية داخل العراق عن طريق مجموعة من الروافد التعليل نقول قلنا يختلف نهر دجلة عن الفرات ويتسلم كميات نقول من أهم روافده هو أشهر روافد تصبح في نهر دجلة بعد دخول الأراضي العراقية هي الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والأعضاء مديالة كأنه نسميه مثل التعليل خصائص تلك الروافد الخابور الزاب الكبير والزاب الصغير والأعضاء مديالة ناخذ عدة الخابور هذا تعريفة الزاب الكبير هنا أكو تعليل يعد الزاب الكبير من أهم روافد نهر دجلة الجواب لأنه يسهم بحوالي 33% من مياه دجلة وتعادل كمية مياهه وكمية مياهه الروافد الأربعة الأخرى مجتمعته وذلك نحفظ نجي على هنا هنا ما كشي بس هنا أهمية الأنهار والأهوار أهميتها نقول للأنهار روافد وفروعه ويتصل من خفضات وأهوار ومستنقعات أهمية بالغة فأولا نقول أصبح العراق صحراء قاحلة اثنيا بفضل هذه الأنهار أصبح بلدنا زراعيا منذ قرون طويلة الثلاثة تسهم بنصيب كبير في الإنتاج الوطني تستخدم المجاري المائية في النقل النهري خمسة توليد القوى الكهربائية وستة تحوي ثروة سميكة مهمة تمثل غذاء الرئيسيا لمجموعة كبيرة من السكان المصب العام هذا أهم نقرأ ما بيش يعني منقول الإنشاء مبزى الرئيس والمبازل المشاريعية المشاريع الزراعية ومنع خلطها بما هي نهري دجلة والفرات نجي على شط العرب هنا يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات يبلغ طولها أكثر من 180 كيلومتر عند مدينة المحمرة يصب من الشرق روافد الكارون يعني الدجيل من آثار هذه الروافد يترسب كميات من الطي في شط العرب مما يسبب إعاقة الملاحة فيها هنا السؤال يقول يرسب كميات من الطي نقول بسبب إعاقة الملاحة فيها هنا أيضا نعلل تضطر المؤسسات العامة للموانئ العراقية إلى كاري يعني شون تضطر جواب هالترسبات باستمرار فتح طريق الملاحة المياه الجوفية طبعا هذا ميناء البصرة وظاهرة المد والجزر فوائده هذن الفائدة هذن السطرين المياه الجوفية تعريفها وأهم العوامل عدي في توزيع تتوفر هذه المياه في توزيعها والأعماق التي توجد فيها نجي على هنا علل علل تعود يقول المياه الجوفية من الموارد المائية المهمة في المناطق ذات المناخ الصحراوي أو شبه الصحراوي الجواب لأنها تعوض إلى حد ما عن مياه الأمطار والمياه السطحية التي تكون معدومة فيه هنا أيضا علل يقول تأتي المنطقة الجبلية في مقدمتها مناطق العراق نقول وفرة مياه الجوفية أولا كثرة تساقط الثلوج لعلل هذا والجواب كثرة تساقط الثلوج غزارة المطر في المنطقة زين هنا أيضا علل لأهمية المياه الجوفية أهميتها في الزراعة الصيفية كزراعة التبغ نقول هي أهميتها نقول في الزراعة الصيفية كزراعة التبغ هنا أيضا تعد هذه المياه من أعذب المياه الجوفية في العراق تتوفر المياه الجوفية في المنطقة المتموجة هذا علل سؤال الجواب بسبب سقوط الأمطار بكميات كافية واثنين طبيعة صخور المنطقة تساعد على تجميع المياه فيها علل للمياه الجوفية أهمية قليلة في السهل الرسوبي بسبب وفرة المياه السطحية ومياه تكون مالحة ناخذ مشاريع الري المشاريع الري ما بيشي يعني قريتها ما شفت بيشي في التعليل ناخذ الري الحديث حفظ مشاريع السيطرة والخزن والنواظم والجداول والري بالواسطة نجي على مشاريع السيطرة والخزن هنا الفوائد مالته أولا تقليل أخطار الفيضان اثنين توفير مخزون مائي يساهم في المحافظة على رقعة المساحة المزروعة في موسم الصيهول ثلاثة توليد الطاقة الكهربائية أربعة أهمية جمالية وسياحة كبيرة نجي على المشاريع المقامة على نهر المقامة على نهر الفرات مشروع الحبانية هنا أيضا نقول مشروع الحبانية هم ما بيشي نشوف سدة خزان حديثة من شن الغرض منه تنظيم رواء المساحات المزروعة في حوض الفرات الأوسط والأسفل إضافة إلى الوقاية من الفيضان وتوليد الطاقة الكهربائية الغرض منه ثلاث نقاط نأخذ المشاريع المقامة على نهر الدجلة سد وخزان الثرثار نقول يقع الطرف الجنوبي لمنخفض الثرثار بعد 65 كلمتر من شمال غرب مدينة بغداد زين ما بيشي نقول سد وخزان الموصل بس الغرض منه الوقاية من الفيضان واستغلال المياه المخزونة لأرواء مساحة مليون دونم من أراضي منطقة الجزيرة وتوليد الطاقة الكهربائية يعني بس الغرض منه وين يقع الموقع نهر دجلة شمال مدينة الموصل حوالي 60 كلمتر نأخذ المشاريع المقامة على نهر الفرات عدي سد دوكان شن الأهمية مالتي أرواء مساحات من الأراضي تقدر بحوالي مليونيا دونم في سهل كاركوك وأربيل والاستفادة منه توليد الطاقة الكهربائية يعني هاي النقطة الأولى النقطة الثانية توليد الطاقة الكهربائية والنقطة الثالثة الوقاية من الفيضان سد دربندخان يقع في أعلى رافد ديالة عند التقاف رعيه سيروان سيروان وتانجرو بمسافة 60 كيلومتر جنوب شرق السليمانية هم الغرض منه أو الاستفادة ارواء مساحات من الأراضي تقدر بحوالي مليونيا دونم واثنين إبعاد خطر الفيضان وتوليد الطاقة الكهربائية زي ناخذ سد حمرين الغرض منه بس الغرض منه سد حمرين الغرض منه ارواء الأراضي الزراعية ضمن محافظة الديالة والوقاية من الفيضان وتوليد الطاقة الكهربائية بس الغرض من عنده هنا أيضا شن الغرض منه ارواء المساحات المزروعة في حوض اللعظة وتوليد الطاقة الكهربائية ناخذ النواضم والجداول أيضا نقول الغرض منه هاي طبعا شنو اللي تشمل نقطة ينذر نحفظ زين سدة الهندية شنو الهدف منه تزويد شط الحلة ونهر الحسينية بالمياه في فصل الصيف عندما تعرضت أراضي مدن وقرى المنطقة هنا أهم الجداول مالته فيه شط الحلة ونهر الكفل وجدول المسيب الكبير من جانب الأيسر زين بقتل بس هذه الصفحة هسا ناخد سدة الكوت شنو الأهمية مالته تحولت مساحات واسعة إلى صحراء تقع حول الغرف والدجيلة في محافظتي واسط وذيقار زين سد ديالة أهم جداوله الخالص على الضفة اليمنى وخريسان وكنعان والمقدادية والهارونية والروز وقناة مندلي على الضفة اليسرى زين مجموعة جداول الفرات الأوسط تقع بين شمال مدينة الفلوجة وسدة الهندية جداوله السقلاوية وقناة الفلوجة والإسكندرية أو يتفرع من أبو غريب والرضوانية واليوسفية واللطيفية والإسكندرية مشروع الإخواجة هنا أنشأ الجدول الرئيسي لمشروع ري الإخواجة والمتفرع من الضفة اليسرى لنهر الفرات لنهر الزاب الصغير لإراء مساحة قدرها ميتين ألف في سهل فسيحي جنوب شر وهذا النها محفظ يعني ماكو شيء اللخصة هذا النها نقراهن يعني خاف تجي على شكل فراغات الجداول مالتها بقتلي الرئي بالواسطة هنا بس تعليل بيها طبعا وصالت الرئي كالي كرود والنواعير والشاد دوف زين هاي علل ارتفعت أعداد المضاخات المستخدمة ارتفاعا كبيرا لأن التطور الحاصل في الزراعة أو هذني هم نقراهن يعني يقروهن وبالتوفيق يا ربي